حالة من الاستقطاب الشديد تضرب السياسة في الولايات المتحدة لتضاعف من مخوف الأمريكيين وتزيد من شكوكهم بشأن مصير الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني المقبل وسط نظام تصويت يعاني من اختلالات واسعة وحالة من عدم اليقين الدستوري والقانوني في ظل انتشار فيروس كورونا ولا تقتصر الشكوك على العملية الإجرائية في ظل القيود التي يتطلبها تفشي الوباء بل امتدت المخاوف من موقف الرئيس دونالد ترامب المشكك في نتائج الانتخابات ورفضه التعهد بالاعتراف بالهزيمة في حال خسارته لا سيما مع إجماع استطلاعات الرأي الأخيرة على تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن بنسبة كبيرة كنتيجة لتراكم الأزمات لا سيما ما يتعلق بكيفية تعامل إدارة ترامب مع وباء كورونا الذي ذهب ضحيته ما يقارب من 150 ألفا من بين أربعة ملايين مصاب وكشفت الانتخابات التمهيدية التي أجريت خلال الأشهر الماضية عن قصور كبير في الاستعدادات وكيفية التعاطي مع العملية الانتخابية في حين يؤكد خبراء أنه لا يوجد دليل على أن التصويت عن طريق البريد سيؤدي إلى تفشي التزوير كما ادعى ترامب دون دليل أن ملايين بطاقات الاقتراع يمكن أن تطبعها دول أجنبية لكن القلق الكبير الذي يعتر المسؤولين هو عدم قدرتهم على إعلان النتائج في يوم الاقتراع متوقعين تأجيل الإعلان لعدة أيام وربما أسابيع ودفعت الانتخابات الماضية التي تأكدت الأجهزة الاستخبارية من تدخل روسي كبير فيها لصالح ترامب دفعت الاستعداد كبير لمواجهة أي عمليات تدخل في انتخابات 2020 واتهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كريستوفر راي اتهم الصين بقيامها بعمليات استخبارية واسعة نطاق للتدخل في الانتخابات فيما أصدر مدير المركز القومي للأمن ومكافحة التجسس وليام إيفانينا بيانا يحذر فيه من جهود ثلاث دول تهدد الانتخابات وخاص بذلك الصين وروسيا وإيران ويرفض الدستور الأمريكي تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية إلا تحت ظروف قصوى وهو ما لم يحدث خلال الحربين العالميتين كما يؤكد على إنهاء خدمة الرئيس ونائبه يوم العشرين من كانون الأول حتى ولو لم تجرى الانتخابات